موسيقى 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 مرحبا غوالي شوفكم طمنون عنكم شو خباركم يا جماعة اليوم شو عشانا هروج مشوية على طريقة ام يوسف اكيد صفحتي مش للطبخ بس انا احب انزل طبخات اكتر يعني ليش؟ لانه كل طبخة يعني هي طبخة للبيت لازم انزلها بصفحتي هين بنات عندي كيلوين فخاذ مع حبة بطاطا حبة جزر وعندي بهارات عندي كزبرة عندي كركم عندي كمون عندي بهار عندي زنجبيل عندي فليفلا وكيد الملح وعندي شنو هنا دبس من دورة مع دبس فليفلا على خاشوكتين خاشوكتين وعندي هيل شو رنفل وعندي غرفة وعندي وكتين غار وعندي حبتين ثوم وأكيد الزيت هنا ولانبلش بدنا نخلط ونسوي اليوم على طريقة ام يوسف وأحلى فروج بشوي على طريقة ام يوسف خليكم معنا وهين بنات عندنا كاسة شاي بدي أحط زيت وعندي سمين ثوم وعندي دبس فليفلا خاشوكتين عندي قبل بندورة دبس البندورة زاد خاشوكتين بدي أخلطهم مع بعضهم زين نقربها يا زين وهين شوف البنات نخلطهم مع بعضهم زين وهي على طريقة ام يوسف إنه بس سوي شي بالبيت شي يعني شي قولوا لها زين شي قولوا لها الطريقة هاي مشاوي ام يوسف يكتبها ام يوسف ايه نكتبها من شاوي ام يوسف شو رأيك ام يشترك بش لا وهين عندنا البهارات كل شي من كل شكل ما نكثر بهارات هنا هاتفضينا البهارات كلياتين من كل شكل خاشوكتين بس لأنه ما بنا نكثر بهارات أنا سير طعمتها بهارات زيادة ونرجع نخلطهم مع بعضهم مميح مميح يوه شوف ها الريحة مطيبة ها يلا هدا نحطن عجنب اش بدي اسوى النوب بعد بدي احط الجزر والبطاطا دايق وادن تحت المخال ايه انا قمتتش صفحتي وصفحة طبخ بس انا كل ما بدي اطبخ طبخة لبيت قلت شو انزلها بالمرة وهي الجاهزات عندي وهين بنات بدنا نبلش نتبل بسم الله الرحمن الرحيم نتبل هميح هميح دايق طعمة الطعرات التفيلة بس عن جد دنات طيبة كثير كثير هالأشلة جربانها عطريقة من يوسف جربانها عطريقة من يوسف بس نطبي جربانها عطريقة من يوسف لا أعلم أن تتحدث عن هذه الأمر نحن فاضلين للمقالب هذه الأشياء لا تريد أن نزل مقالب ولا تريد أن نزل شيء لأننا ليس فاضلين لذلك ولم نحن فاضلين لذلك ولم نحن فاضلين لذلك كل مننا الله ينطي شغلة يلتهي بها الحمد لله نشكر الله يعني النقعة مصيبة نقوم نمصيبة الحمد لله نفضل الله لكن لا أحد يفكر أنه سيأتي الأمر أي شيء تعملها أو طبخه أو طلعه أو روحه كل هذا المصاريف والتكاليف لا أحد مرتاح شوهوا محلاتها منظرها أنا جد شح أي والله المهم يعني ناس كتير تقولنا قال مغلب ومبعر شو نحن فاضلين لذلك وعجز الزلسان يعني حتش بناس كتير يعني حتشت بالأمر هذا لكن الله ليس سامح الذي أخذوه وحر قلبنا عليه الله يحر قلبه يا رب والحمد لله ناس كثيرة تتوقف معي الحمد لله يعني لو بالكلام بس الحمد لله شوف زين بالله عليك منظر بجنن وريحة ريحة بترد الروح هلحاز بس يستوان صير المجنن حلوين وعلى طريقة ابن يوسف فروج مشوي أشتري فروج مشt ولا شون هم فروج مشوي هاحا والقرق صار الزيم فوتني في الحطات من ورا عملو هاه اشتاد اتضرات كاملة قبل انا اضفتها ووضع صينية الثانية نجد الثانية ا انا اضفتها ريحة الزفرة. واكيد بدنا نحطها ع درجة حرارة مية وخمسين. وهين عندنا مدان الغرفة. بدنا نحط غرفة. وهين عندنا الغرنفل ما ننساه. اهم الشي بالفروج وحتى اللحمة نحط المطيبات هذان يروحنا الزنخة. ووشن النوب. بدنا نشوف ان لا بلش. نغلف اخر مرحلة. نغلفها. واكيد بعد ساعة بالفرن. على درجة حرارة مية وخمسين. ويلا يا جماعة على الفرن. هين يا حبي دعكم غلفناهم وراح نحطهم بالفرن ونخليهم ساعة وبعد ساعة واحل الأشلات اليوم. يلا خليكم معي. هين على الفرن. استوان يا عزيزاتي بنجاح. ده انو سوف نأكلك. الا. وهين يا بناتش. اليوم طبختنا جهزت. ورايت ان شاء الله الف صحة وهنا. هاي على طريقة امي يوسف. بدنا نشيل قطع هايش. بستمشان اشيلها من تحت. اشوف شن. شوف الزون كله. صار من تحت. الدهن يعني كله نزل. يوم. منظر رائع. هنا. ما بدي حط فوق الرز. بحط كل واحد ده حاله. وعن جد. ريحة بتجنن. وريت ان شاء الله الف صحة وهنا. ولا تنسونا اشتراك وتفايل الجرس تجيكم كل شي جديد من عائلة اميزة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.